صباح الخير صباح الورد أهلا وسهلا أهلا كاترين مبسوطين نتعرف اليوم على العديد من الأعمال اللي راح تقدم إن شاء الله برمضان 2022 ومسيرتك بشكل عام عم نشوف في العديد من الأعمال المهمة التي يجب الوقوف عليها من 2011 بدت هاي المسيرة ولكن خلينا نحكي عن القادم عم نحكي عن أربع أعمال من ضمنهم هند وشخصية هند فحتينا أكتر عن القادم هلا عندي برمضان أربع أعمال إن شاء الله من بينهم مسلسل هند أنا شخصية هند في العمل مسلسل هند هو إنتاج الأستاذ عصام حجاوي منوجه له تحية من خلال كون نشكره على دعمه الدائم لإلنا هو إخراج الأستاذ سائد بشير هواري المسلسل قروي بدوي وأردني سعودي معنا كمان ممثلين من السعودية قصته جدا مشوقة لاحقا منحكي عنها نحكي شوية عن تفاصيل العمل عندي كمان عمل مودرن اسمه على بعض مسافة من الحب عندي عمل اسمه سلسلة نشميات من البادية كمان بدوي وعندي كمان عمل بدوي ذياب هباب الريح أنا حبيت أبدأ من أجدد أعمالك لأنه لما نحكي عن أربع أعمال بشهر واحد قديش كان فيه تعب للتخضير وتعب نفسي لا تقدر تفصل بين كل شخصية وشخصية فكيف قدرت توازني بين الأربع أعمال؟ هدول الأعمال ما اشتغلتهم الأربعة مع بعض بنفس الوقت أكيد فكنا نخلص عمل نرتاح شهر نفوت بالعمل اللي بعده كان فيه صعوبة بالانتقال من شخصية لأخرى طبعاً طبعاً خصوصي أنه الأربع أعمال الأربع شخصيات فيه أنا كل شخصية مختلفة عن الثانية وفي عمل اللي هو نشميات من البادية أنا لعبي شخصيتين فيه شخصيتين فكل شخصية بتختلف عن التانية فطبعاً فيه صعوبة لما تقل أنا من شخصية لشخصية كيف بقى بدي أفصل عن الشخصية القديمة خصوصي إذا كان مثلاً نص المسلسل الجاي معي وأنا عمثل في عمل ممكن بس أشوف أاخد فكرة عن الشخصية وأتركه على جنب ضلبي بشخصيتي اللي عمثلها بس لأخلص برجاء للشخصية الثانية كاترين كيف هلأ الجو العام بالإنتاج البدوي لأنه مؤخراً جوز آخر عشر سنين وأكثر صار الوطن العربي بشكل عام الاتجاه للإمبهار بالأعمال اللي ستايلها تركي السيارات والمناظر الحلوة والفخفخة والبطل الوسيم والبطل الجميلة جداً والقصص الرومانسية في هذا الستايل يعني أنا بحس خصوصاً مش بس الشباب الكل صراحةً متعلق بهذا الستايل فكيف بتشوفي الإنتاج البدوي يعني هل بينافس هل بيضل هل هو لازم يعني ينافس يعني شكل الجو العام لا أنا برأيي الأعمال البدوية طبعاً بتنافس الأعمال الأخرى لأنه كل حدا في عنده وجهة نظره وعنده أعمال معينة بحبه ويحضرها وطبعاً لبيئة كل بلد نحن عايشين فيها فمثلاً عنا البيئة البدوية بالأردن عنا البيئة الشامية بالشام تركيا إلون البيئة الخاصة فيهم فأنت كمان بدك ترجع لكل بيئة بكل بلد أنت عم تحضر أعمالها الأعمال البدوية إلها متابعين جداً سواء بالأردن ولا سواء بالخليج ولا سواء حتى بره يعني أنا مثلاً بيجيني مسجات كتير من دول تانية بره بيكونوا متابعين أعمالنا ومتابعينها بدقة يعني للأعمال البدوية فلا الأعمال البدوية عم بتنافس أعمال عربية تانية جميل بالضبط جميل كاترين حابين نتعرف أكثر على هند فرح نشوف مع بعض برومو لمسلسل هند ونكمل ونتابع حوارنا وقف لا تكوني انت شرارة الحرب وتولعيها واللهي لذبح الزومت خافي وكان الزوم ماتل في الهان مع ولدي سكر هذا بيها قطر كاب والله لمسا عم بكرت بيهم ومعني مبقى فيهم أحد والله ما مرتاح ولا بيهداني شفر خيرتا أشوفهم لا يجب أن يكون داع بعيوني هم نزومت تتحاسم تبيني نخطف حرمة من بين أهلها وطلعت القروية بعالي اضغطرة اضغطرة ديرة اه واخر عني والله والله لو لا خوفي من أبوك ولا كان دي فنتك دات رجولي هذا زواج وهو حرب ان رادوها حرب تراها حرب تجيب غزلان مرة واحدة يا رجل انت تهبل اذهب 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 هذا الموت من جاء دخيلك يا هدنة النومة الماضية الله سلم راح تكون غير رامي السالفة انهدنة متآمرة مع واحد امنعوها يا الحريب امنعوها واخر عني واخر عني بازماتنا فجر جبهة اربس راحك اربس راحك مات اهوان علي من انك تجهلني هيت شراجي اي ما شهر اي ما شهر ايه بيقتلوني الله يغليق لها ترجعني ايه شو خصك الهند هذه بنتنا و احنا حرين فيها ليش ما نتجوز انا و اياك ونطلع من هالقرية ونرتاح من هم صقر حبيته كتير انا عارفه ومتاقد انه احنا صعب نكون لبعض يمكن يكون حالك قريب منك بالحال تظن اللي سويت اهيا او كاد انك بتدفع الثمان غالي يعني كاترين اكيد متشوقين نشوف المسلسل واضح انه احداثه مشوقة بنحكي شوي عن الادوار يعني الممثل في الوقت الحالي لازم يكون ذكي جدا باختيار الادوار الادوار اللي ترفعه او تبنيله لشخصية اخرى بعد الدور كن مثلا بيرسوا مع دور ثالث او رابع احيانا كيف تختاري ادوارك كيف الطريقة اللي بيفكر فيها الممثل المحترف بهاي الفترة هلا انا دائما بيوصلني النص بقرأ الدور بهمني الحدث الدرامي بالشخصية هل هي مؤسرة رح تترك اثر عند الناس لما يشوفوها فبهمني بين قوسين الحدث الدرامي ادوار طبعا التي تتعدى خطوط الاخلاق والحياة هاي برفضها تماما فورا يعني ايشي فيه بعيد عن كاترين وما خرج اني اشتغله ببعد عنه بس متل ما قلتلك المحتوى الشخصية اذا بتناسبني فيها حدث درامي مهم متأكدة رح تترك اثر عند الناس ويحبوها العالم بشتغله نعم كاترين اذا نحكي بصراحة بتهمك البطولة او بطولة يعني مساحة الدور او تأثير الدور يعني شوفناك بالخوابي بطولة هل تشترطي البطولة ومساحة واسعة واللي عم نحكي عن شخصية مؤثرة ممكن تطلع بحلقة او حلقتين لكنها اثرها لا لا ما عندي مشكلة انا حتى ما عندي مشكلة بكمية المشاهد يعني يمكن لو كانت مشاهد قليلة بس بالنهاية فعلا انها تعلم عند الجمهور انه يتذكروا كاترين بهاي الشخصية وفعلا تأدي رسالة تعطي محتوى حلوه ما عندي مشكلة كان بطولة كان بس مثل ما قلتلك مهم عندي كتير الحدث الدرامي للشخصية بما انه ذكرنا الخوابي اكيد منحي النجم اياد نصار هل الممثل انا بسمع كتير من الممثلين في لقاءاتهم بيحكوا انه انا باخد من عيوني الادامي هل الانسجام بين الممثلين هو حافز رئيسي وسبب رئيسي لنجاح المشهد او نجاح العمل بشكل عام؟ طبعا خصوصي لما يكون قدامك نجم مثلا مثل استاذ اياد نصار وكان انا اول مرة بوقف قدامه فكان اول مشهد كنت شوية بده يكون عندي شوية تقلق بس مجرد ما اتطلعت بعيون اياد نصار هو حدا كتير متواضع ولذيذ بالتعامل مع الناس فانه عادي يكوني ريلاكس ما تخافي ما تقلاقيه انا زي زيك يعني ما في فرق بينه بينك ففعلا هي العيون بتحكي يعني حتى لما بيكون الشخص اللي قدامك اوف والميديام معك انا وزملائي كتير بنشتغل هاي القصة انه حتى على اوف اعطيني يعني حتى على اوف مثل حتى على اوف مثل نحنا احيانا منواجه مشكلة لما بدون يغيروا موقع الكاميرا اذا ما اقدر الممثل يكون واقف قدامي بيكون الممثل هون وانا عادي عم بحكي مع الهوى فهون بده تكون شطارة الممثل اللي واقف انه الميديام معه عم بيحكي قاعد مع الهوى بس مركز يعني بتفاصيل الحدث اللي معه فكتير مهم طبعا انه الشخص اللي قدامك يشتغل معك بعيونه نعم برمضان دائما كاترين موسم تنافس كتير كبير سواء يعني محلي على مستوى الوطن العربي يعني حتى من مجموعة الممثلين احيانا منشوف اجزاء لمسلسلات ضربت بشكل كتير كبير على مستوى الوطن العربي شو برأيك العناصر او شو اللي بيخلي مثلا ممثل معين نحن نعرف في اسماء يعني كبيرة جدا صارت في الوطن العربي يوصر اي عمل بشتغله يفترض انه هذا العمل يكون على هذا المستوى شو برأيك العناصر او العوامل اللي خلت ممثل معين يوصل لنجمية يعني كبيرة جدا عمستوى الوطن العربي هلا اهم شي متل ما حكينا ينطقي الشخصية اللي بدو يشتغلها ما يشتغل اي شخصية مش انه يلا بس انا بأي عمل ويلا بدي اشتغل لازم فعلا يكون منطقي شخصية بتناسبه وشخصية بتترك علامة عند الجمهور هاي اول شغلة الشغلة الثانية ما كتير يفوت بي باعمال تتشوش الناس او اذا اضطر وكان عنده كزا عمل بنفس الموسم الرمضاني او بنفس الشهر يكون واضح بالاعمال يكون فيها فنجاحه بدو يكون يعني انا دائما بحب الممثل اللي ما بيمثل حدث طبيعي كتير هذا هذا بيعطي نجاح للشخص اما اللي بيطلع اوفر بالتمثيل او يعني بتحسه خلاص انت بتقول هي هاد قاعدة عم بيمثل انا بالنسبة لقلي السبب نجاح النجوم انه هن حدم بيطلعوا كتير ريلاكس ما عم بيمثلوا طيب تكملي للسؤال يعني مع السوش ال ميديا صار الجمهور يشوف الشخص او الممثل على حقيقته يعني صرت مثلا انا بحب الممثل فلاني بتابعه بشوف الاستوريات تابعه بشوف حياته وشخصيته الحقيقية فهذا الاشي بيخلي الناس يقربوا من النجوم المفضلين لإلهم اكتر فكيف علاقتك مع السوش ال ميديا وشو رأيك بالسوش ال ميديا الاشياء اللي بتحب تقدميها عن حالك على السوش ال ميديا وتعلق الناس بالسوش ال ميديا شوف اهم شي بالسوش ال ميديا انا بالنسبة لي انه انا طبيعية متل ما انا مع بكره التصنع يعني حلو انك تكوني متل ما انت عن جد متل ما انت بالبيت متل ما انت معرفقاتك المقربين منك تكوني حدا طبيعي على السوش ال ميديا هذا بيحبب الناس فيك اكتر ما تكوني المتصنع بيبين انه متصنع دائما تكون فعالة على السوش ال ميديا السوش ال ميديا هلا كلياتنا بنعرف انها مهمة يعني صارت بعد فترة حتكون هي حتى نمبر وان أكثر من التيفي حتى حالياً بطل حدا كتير يحضر تيفي صار كله سوشال ميديا سوشال ميديا فحلو إنك إنت تعمل لإلك اسم على السوشال ميديا المتابعين يحبوك والأهم من هذا كله بالنسبة لإلي أنا تتواصل مع متابعينك اللي بيبعث لك فعلاً ترد عليه لما يكون عندك وقت طبعاً هل فيه أوقات مثلاً أنت بتكون تصوير بتكون مشغول بتكون كذا لكن لما تفضى افتح مسجات العالم ورد عليها هذا الشيء يحب بالناس فيك طبعاً التواصل بشكل مباشر بشكل عام كاتيرين أنا بعتبر التمثيل من أصعب المهن سواء عم منصور عمل واحد الساعات الطويلة من التصوير إعادة المشاهد بدك تفصلي ظروفك الشخصية حتى الظروف الجوية مرات بنعرف كيف تكون كظروف صعبة بالتصوير أيضاً هناك مشكلة النجومية عندما الواحد ينجم بعالم التمثيل تأخذ سنوات من التعب مرات بتزبط ومرات ما بتزبط لما بتطلع على المشهد بشكل عام كاتيرين هل بتلاقي بين وجهة نظريك كل الفنانين عم بيأخذوا حقهم بالتمثيل ولا عم بيكون التركيز على الشكل أكثر من مدرسة التمثيل والأداء فيه أعمال أو فيه أشخاص بيهتموا بالشكل أكثر من أنه هذا فعلاً هذا بيمثل أنه هذا شاطر وفيه منتجين أو مخرجين لا ما عندهم مشكلة بالشكل ما عندهم مشكلة نعرف كثير أننا ممثلات مو حلوات أبداً لكن نجحوا ونجموا لأنه اعتمدوا على آداءهم واعتمدوا على شؤون هذا لسه موجود الحقيقة؟ موجود أعم والعصر الذهبي للدراما والتلفزيون زمان كان أكثر موجود هلأ بس هلأ أشوائي خوف الإبهار مهم يعني هو عنصر الإبهار سواء في الشكل في اللبس في المشهد كله بشكل عام يعني عنصر الإبهار حتى في الأكشن يعني حتى لما نعمل فيه عنصر إبهار معين لازم أنه يكون من ناحية من ناحية الشكل العام يعني للشغل حتى إذا بنحكي عن دراما برضو الإبهار مهم حتى أنه بتبكي كثير أو بتبكي بصدق وهي مش حلوة ولكن الدور أنه فيه دراما يعني عنصر الإبهار والمبالغة أحياناً أكيد مهم طبعاً أكيد خصوصي مثل ما حكيت أنت على موضوع البكي يعني أنا حدا ما بعرف مثل مشهد فيه بكي إذا ما بكيت حقيقي بحس أنه المشاعر صادقة أكتر بحس أنه المشاهد رح يصدقني أكتر لأنه أنا من النوع اللي كذبي بيكشفني فما بقدر كذب بالتمثيل أبداً هند في بكا كتير ولا هند هند ولا حكيت لنا في المشهد أنت ثلاثة شهر عم تبكي لا هذا مسلسل الخوابي 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 قطيته من أولته لآخرته أنا ببكي كل المسلسل بكا وهذا هند كمان وطول المسلسل كنت عم تبكي عن جد عم ببكي عن جد صار عندي التهاب بمجرى الدمع من كتر ما بكيت الدكتور قال لي بدك توقفي فترة لقد كنته ما بقدر فهي عم عانيها بكل عمل أطراتي بيضلوا معي يعني صرت عم بشتري نفس الأطرات ابعته للدكتور إنه عندي عمل طالعي مشاعر الحزن كنت حس بحزن حقيقي أنا بستعمل بستعمل الزاكرة الانفعالية يعني دائما بقول أنا ماباني يركبوا الكاميرا ويجهزوا الإضاءة وإلى آخر يزبطوا أنا بكون واقفة مشان يزبطوا الكاميرا علي والإضاءة علي بس أنا بكون فاصلة عن كل اللي حوالي مستعمل الزاكرة الانفعالية بتذكر موقف بداي إنه بتذكر شيء كتير صعب مرأ بحياتي إنه خلص بس رن كاميرا بتنزل الدمعة فورا ببكي فورا وفي تعب ما بين إنك انت خلصت اللونج جيت على الميديوم فصلت إنت طلعت من حسك على الميديوم بدك ترجع تليش نفس الحس لأنك إذا بكيت على اللونج بدك تبكي على الميديوم ما بيزبط يعني وهنا صعوبة هذه المهنة كاتيرين لما نتحدث عن مسرح أو حتى الدراما يعني خشبة المسرح دائما بنحكي مسرح أبو الفنون فبتحبي ترجعي للمسرح ولا بتحبي تتفردي بالدراما أو مثلا ممكن تتوجهي للسينما وين شايفي حالك وقدش في عندك لسه أدوار ما قدمتيها وحبت قدميها في المستقبل هلأ أنا بحب المسرح وبداياتي كانت بالمسرح من زمان يعني من أيام المدرسة وخلينا نقول من سنة 99 بلشت مسرح فحسيت المسرح خلاص صار شي مهم وأساسي بحياتي فما كنت ما نقطعت عنه أبدا لكن من سنتين أنا نقطعت عن المسرح وتفرغت أكتر شي للتيفي يعني حاب كتير أشتغل سينما وين شايفي حالي لقدام إن شاء الله لقدام شايفي حالي نفس اللقاء إن شاء الله معاكن بكون مبسوطة فيكن نحكي عن فيلم جديد من فيلم على مستوى الوطن العربي إن شاء الله تحسي هذا التدرج لازم يكون للممثل يعني فيه كتير ببلشوا مسرح أدوار صغيرة أدوار أكبر بطولة سينما تحسي لازم أن الممثل يمر بهاي مهم طبعا وخصوص المسرح المسرح بيدربنا وبيعلمنا كتير لأنك أنت أمام المتلقي مباشرة فبدك تمسك الحس الصح مشان ما تخربط بدك تكون مدرب حالك نفس الشي نحنا لما بيكون عنا تلفزيون مسلسل بالبيت بنقعد بنتدرب على الشخصية اللي نحنا عنا إياها يعني لما ينجم الممثل كتير بالسينما بتختاره لما ينجم بالمسلسلات يعني المنتجين السينما بيختاروا أكيد 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 طبعا لأنه السينما شغل تاني يعني مختلف عن التلفزيون فأكيد بدها كمان نجوم يعني مو أي حدا بيشتغل السينما والسينما شغلها أصعب كتير من التلفزيون نعم بانتظارك تنوري الشاشة بأعمالك برمضان كاترين علي شكرا لحضورت معنا شكرا للك أهلا وسهلا فيك وبالتوفيق إن شاء الله شكرا للك أهلا وسهلا شكرا للمشاهدة